السلام عليكم الابنات كديرين لبس عليكم مزيانين كوشي باخير الحمد لله اليوم ان شاء الله غدا نتقاسم معكم واحد الفكرة او وصفة اللي زوينة بالساف والديدة وهذا تعجب الاطفال الصغار واكيد احتحنا الكبارين واحد المكون اللي كيتواجد في كل البيت لانه هو الاساس دي الوصفة وهي البطاطا كما كتلاحظو خديت البطاطا وسلقتها كما رحتو في الفيديو يعني لحسب العدد الاشخاص اللي باغين او الكمية اللي انتو ما باغين لانه صراحة هتتعجبكم ويعني حبة واحدة ما هتشتك فيكم لانها كجي لديدة بزاف وخصوصا للوليدات غدا تعجبهم يعني بزاف قاع ما نقولش تكم مداق ديالا كيفاش رعا داير مهم خديت بطاطا سلقتها وغادا ندوز دابا باش ننوجد هكا هاد الحويجات باش ندي كوري ما الفوق ما عندي فلفلاء الوان وعندي كاشر احتوى اختياري يمكن اللي كوم تستعملوه يمكن اللي ما بغاش ما يستعملوش والبناتي اللي بغوني نتقاسم معهم يعني كيفاش كنصايب الكاشر في الدار يخليوها ليفلي كومنتيخ ان شاء الله باش نتقاسمو معاكم في القناة وهذا رعني ممسايباش هاد رعني غير واحدة مهم رعني كنصايبه في الدار ولا بغيتوني نتقاسمو معاكم اكيد كتبوها ليفتعها ليق فارتاجي معاكم طريقة اللي كنستعملو بيها وكما راح تقطع تفلفلاء الوان وعندي اه فرماج موزاريلا وماشي بالدار ولا تستعملو الكاشر ممكن اللي كوم تضيرو غير طون او لا تكتافلو غير بالخضر ولا تستعملو غير فرماج مع هكا مع بصيلة وهادي كيعطيو حد لده تاوه بصلاتكم شحرة باش هكي يكون في هاداك الماضاق زوين وتنسمو هكا بشو يدي الزعتر مهم هادو كافكار دائما انا في وصفات كنحاول نعطي افكار باش ما نحصرش يعني اي واحد هكا كيش هد الفيديو في الحويجات اللي عندي انا في الضار تقدار تكون توفر حاجة وحاجة ما كتلقوهاش شمالات يعني كل شي كي تحفظ في هاد الموقف هذا تقدري تلقي مثلا انا قتلقي في تلاجه شي حاجة او حاجة ما تلقيهاش ومهم ديرو الطون راه تاوه كي يجي زوين وقطع تكون شي مكعبات كي ما راحتو صغيرة بثاف راني نبقى طعم القاقل كميرا هكا كتكون قريبة وهذا نحط كل شي هكا حدايا هاد الوصفة يعني كتشبع تقريبا راها كاملا را طاطرا كروك عارفين يعني راها ساعة عمرة بنشا بعد ما صلقتها وصفيتها بعدا نحطها هكا لاطة ديال الفرن طريقة ساعة لو ما كتاخدش الوقت يعني اسرع من هاد الوصفة ما كاينش يعني سريعة بثاف كوا عارفين بطاطا هادي راها اللي عندي اذا الماركة هادي خمشي زوينة بثاف مهم شوية وصافي هادي النوع اللي كتاخدو بطاطا كي ما راحتو كتاخدو يحاولي هاكا بالقاعد يالكاس وكديرو لها الفرماج مو تزاررا من الفوق كي ما راحتو حاولو تديرو لها شوية بكترى بش يجيم يعني كتجيم علكة وكتجي لديها وهاكا كانزيينة بكع الشير وراكين واحد النوع ديالتاطا اللي يزوين يعني وخد ضغطا عليه بالكاس كتبقى مقاعد دا ويبقى الفرماجي تزوينا هذا النوع هذا اللي كنت باخده انا هذا من نوع اللي بنات اكيد اللي كينين هنا في الجيكرة عارفينها فل كتديري هاكا كتتسلق مينبا واخد يعني غير العشرات دقايق كتتفرتات وكتعدي مزويناش ولكن صراحة الطريقة جتلديدة والمضاق جا زوين كيجيب حشكل دي الخبيزات يعني ما في كل ما فيها ما يعجن ما تقعد محتاشي حاجة تديرها انا كندرت هالولادي نهار اللي في الفطار يعني في ذاك الفيديو اللي صورت وحطيت في القناة في نسل اليوم وحطيت من هالوليدات وخليت لي من نحتة انا في الفطار صراحة ما نكوش ليكم عجباتني بثاف ومني هكا تبعو تقعد مو هالوليدات تديروا لها شوية ديال المايوناز من الفوق او للكيتشوب لانها كيبغو ذاك الماضاق معاها وحتالينا احنا شوية ديال المايوناز راكي جيزوين معها بثاف كيتوتا معاها وزي انتها كاب الفلفل العلوان يعني غير شوية شوية لانه كيبغو لحتو اقتصادية وما كتاخدش بثاف ديال المكونات يعني احنا بفض الوصفة معتعمدين اكتر شي على البطاطا وغادرنا نرشلها شوية ديال الاعشاب منثيمة واللي ما عندوش يدير الزعتر راكي جيزوين يعني رحتا هو كيبغو ذاك زوين او للي ما عندوش الزعتر اه متوفر على الحبق احتا هو راكي جي زوين واما دائما كنحاول نعطي افكارا للحاجة اللي تكون تواجدها في البيت ورشيت عليها طبعا الملحة من الفوق باش ما تدينيش مسوسة وغادر ندخل هده بالفورم باش طيب على درجة حرارة تقريبا انا حطيتها على 190 درجة وهذا كل الحبات ديال بطاطا اللي وريتكم راه تبهم مسلوقين يعني غدا نديرهم فلعة اخرى وغدا ندخلهم الفل تبارك الله يعني كمية جات زيانة ومهمة بالنسبة يعني الحجم العائلي را تبارك الله تبك العائلة وكتشبه تقدموها كمع مصالات ولا مع مهم دك شي اللي كتبغيو ولاحظوا كيف جات كتجيزوينة وكيفاش دك الفرماج كيجي فهم الفوق من الداخل شربوها البنات اكيد غدا تعجبكم اتأكدها وغدا تعجبوا لي ذاتكم وكما قد لكم ديروا شوية ديال مايوناز او للكيتشوب راك يجيزوين حتى اوامها اكيد تواتع معها ويلا اعجبكم الفيديو اكيد طبعا بتنسوش تتجعوني واتضغطوا البنات اللي ما زال ما اشتركوش عندي في القناة كنتمنى انكم تشتركو واتضغطوا على زل احمل اشتراك وتفعلوا الجرس يعني كل شيء الجرس باش هكا تفضلوا بكل جديد وانتلقوا ان شاء الله فيديوهات اخرى اللي سكون بسيطة واحنا دائما نقلب على البساطة انتلقوا ان شاء الله فيديو اخر واسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة